اشتركوا في القناة عن اسبانيا ولكن قبل ما نبدأ فضلا وليس امرا يا اخواني ارجع الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد كما نعرف اسبانيا تعد من الدول التي تمتاز بتعدد الثقافات وتختلف من مكان الى اخر كما ان السكان الاصليين تجدهم يتكلمون العديد من اللهجات واللغات كما يبلغ عدد سكانها 46 مليون نسمة و 460 1350 بينما تبلغ المساحة 500 و 590 و 880 كم مربع العاصمة مادريد اللغة الاسبانية الديانة الكاثالوكية العملة اليورو اما نسبة التعليم تبلغ 98% وهذه نسبة مرتفعة جدا جدا 1- اللغة الاسبانية هي الثانية في العالم من حيث الانتشار 2- اسبانيا تعني ارض الارانب 3- يوجد خط تيليفريك يصل بين اسبانيا والبرتغال 4- في اسبانيا الناس يمتلكون السيارات اكثر من الهواتف النقالع 5- ريال مادريد هو النادي الاكثر شهرة وشعبية في العالم حيث وصل عدد محبيه الى اكثر من 200 مليون و 820 مليون شخص في العالم وهو النادي الاغنى في العالم وتصل قيمته المالية الى 3.3 مليار دولار 6- لا توماتينا هو مهرجان الطماطم الشهير الذي يأتي سنويا ويرمى فيه الاف الاطنان من الطماطم بدافع الاستمتاع 7- اسبانيا واحدة من اكبر الدول المنتجة لزيت الزيتون بنحو 40% من انتاج العالم 8- كان من المقرر تشهيد بورج ايفل في برشلونة في اسبانيا ولكن المسؤولين رفضوا 9- اسبانيا لم تشارك في الحرب العالمية الاولى او الثانية 10- اقدم منارة هي منارة برج هيرقل والتي تم انشاؤها في القرن الاول بعد الميلاد ولا زالت تعمل حتى الان 11- الملك الاسباني الفونس الثالث عشر اصغر ملك اسباني في العالم الذي تم تتويجه منذ مولده 12- يوجد نهر في اسبانيا مسموم يسمى نهر ريوتونتو او النهر الاحمر وتنعدم الحياة به لوجود السموم به اما سبب لونه يرجع لكمية الحديد والنحاس المهولة الموجودة في قاع النهر 13- ليس كل الاسباني يتكلمون اللغة الاسبانية الا انها لا تعتبر بالنسبة للكثيرين اللغة الام فعلى سبيل المثال في برشلونة يتكلمون الكتالونية وفي سان سيباستيان وبيلباو يتكلمون الباسكية وفي غالسيا يتكلمون الجالكية وغيرها من المناطق التي تتحدث بلهاجات مختلفة 14- درجة الحرارة في قرطبة واشبيليا عالية جدا تصل الى حوالي 40 درجة مئوية وهذا هو السبب الذي جعل سكان اسبانيا معتدون على قيلولة بعد الظهر 15- هناك 17 منطقة حكم ذاتي في اسبانيا وكل منها لها ثقافة فريدة من نوعها 16- الطعام في اسبانيا ليس جيدا فقط بل انه يعتبر الافضل في العالم حيث يوجد في اسبانيا افضل مطعم في العالم ويدعى مطعم سيليري دي ترانكا 17- الاسبان لا يتكلمون اللغة الانجليزية وهذا يعني انهم غير ودودين معها 18- الطابع الاوروبي لا يشمل اسبانيا بالكامل اذ ان هناك مجموعة من المدل مثل قرطبة وغرناطا واليكانتي واشبيليا تتسم بها العمارات الطراز المغربي العربي 19- معبد فاميليا كنيسة العائلة المقدسة في برشلونة تعتبر واحدة من الهياكل المعمرية المذهلة على وجه الارض 20- اذا كنت تخطط للتسوق في المحلات التجارية بين الساعة الثانية والرابعة بين الظهر فسوف تواجه خيبة امل كبيرة اذ انه يتم اغلاق جميع المحلات التجارية ويقوم البائعون باخذ قيلولة في هذا الوقت هذا لا ينطبق طبعا على مادريد وبرشلونة 21- السفر الى اوروبا ليس رخيص لكن الاسعار في اسبانيا تبدو معقولة مقارنة مع الدول الاخرى 22- العديد من المطاعم لا تفتح قبل الساعة العاشرة مساء اذ ان الاسبان يتناولون العشاء من العاشرة مساء حتى منتصف الليل اخواني ان شاء الله نتمنى انكم تكونوا استفدتم من معلومات هذه وما تنساوش خاوتي بارتاجي وبرتاجي وبرتاجي با يوصل للفيديو هذا الاكبر عدد ممكن با يستفدوا منه وقاع الناس ان شاء الله وذو كان نقول لكم يا خاوتي اتهال الله في رواحكم ونتلقاوا ان شاء الله في اقرب فرصة وبالسلامة اشتركوا في القناة